الموضوع عن الأسئلة اللي بيسأل المصلي هل تجوز الصلاة بالحذاء؟ نعم الصلاة جائزة بالحذاء إذا كانت طاهرة وسئل أنس هل كان النبي صلي فين عليه؟ قال نعم هل صلاة صحيحة إذا نسيت التشهد الأول؟ الصلاة صحيحة وعليك سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام بيصير هل صلاة المرأة مكشوفة القدمين صحيحة؟ الصلاة صحيحة والأولى تغتياتهما؟ أين يكون الدعاء في الصلاة؟ مواضع الدعاء في الصلاة في السجود وبعد انقضاء التشاهد والقنود بعد الركوب والله أعلم هل تجوز صلاة الرجل بالشيال؟ الصلاة جائزة مع الكراها لأن النبي نهى أن يصلي الرجل عالي الكاتفين صليت ثم لما انتهى تذكرت أني لست على وضوء عليك الوضوء وإعادة الصلاة لأن النبي قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى أدركت الإمام وهو ركع هل تحسب لي ركع؟ نعم تحسب ركع عند جماهير العلماء هل تجوز صلاة الرجل في بيته؟ الصلاة صحيحة ويأثم بالتخلف عن الجماعة لقول الله واركعه مع الراكعين وقال ابن مسعود كنا نصلي خلف النبي ما رأينا أحد يتخلف عنها إلا منافق أو معلوم النفاق والأعمى الذي قال للنبي إذن لي بالصلاة بالبيت قال النبي أتسمع النداء؟ قال نعم قال أجب والنبي قال صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة هل صلاة صحية إذا نسيت دعاء للسفتاه؟ نعم الصلاة صحية لأنها سنة مستحب وليس واجب إلى أين أنظر أثناء صلاتي؟ إلى موطن السجود؟ أو النظر إلى الأمام؟ والأدل على النظر إلى الأمام أقوى لأن النبي قال لعائشة أميطي قراتك عني ما زال تصاويركم تعرض علي فالنبي كان ينظر إلى الأمام والنبي قال عرضت لي الجنة والنار في عرض الحائط فالنبي كان ينظر إلى الأمام والله أعلم هل أقرأ الفاتحة بعد الإمام؟ في الصلاة الجهرية ليست واجب عند الجمهور لأن النبي قال قراءة الإمام هي قراءة لك أما الشافعية فيقولون بوجوه قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن جماهير العلماء حملوا هذا الحديث على الصلاة المنفردة وللإمام وليست للمأموم في الصلاة الجهرية أثناء التشهد هل أرفع السبابة أم أحركها لا ترفعها يا أخي ارفع السبابة أما تحركها رواية شذة والأحاديث في تحريك السبابة من طريق عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر إذا قرأت في كل صلوات يقول هو الله أحد يجوز نعم يجوز لأن القراءة بعد الفاتحة هي سنة وليس تواجب هل يجوز أن أصلي خلف رجل يدخن وحالق اللحية نعم صلي لأن النبي قال صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم والأولى إذا في غيروا أفضل والله أعلم علي قضاء صلوات منذ سنين هل أقضي أم عفى الله عما سلف والله يا أخي تقضي لأن جمهور العلماء على القضاء لقول النبي دين الله أحق أن يقضى وعلى التكريب لقول الله واتقوا الله ما استطعتم ما هي الأذكار بعد الصلاة قال النبي لمعاذ إني لأحبك للتأكيد لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبعدين تستغفر الله وتقول اللهم لا مانع لما أعطيت و33 تصبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة وتختم بلا إله إلا الله ووحدة ولا شركة له إلى آخر وبإمكانك تقرأ آية الكرسي والمعوذتين هذا والله أعلم سلام عليكم